السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معكم أمين الزار اليوم بإذن الله سنتطرق إلى درس جديد وهو كيفية إزالة التعليقات الغير مرغوب فيها أحيانا تجد تعليقات لا تستطيع حتى النظر إليها لعدم تخلق أصحابها لكي تستطيع إزالتها أو حظرها تماما ما عليك فقط هناك عدة طرق سأبسط الأمور لك بإذن الله يعني ما عليك فقط إلا أن تذهب إلى أحد مثلا نذهب إلى نختار تعليق من التعليقات الموجودة في الفيديو مثلا أبو بكر الفقه يعني صباح الخير في البداية يعني إذا كان هذا التعليق لا يعجبك أو غير في كلمات لا تعجبك ما عليك فقط إلا أن تذهب إلى هذه الثلاثة النقاط الموجودة هنا ما عليك أن تضغط إليها يعني موجود إزالة إذا أردت أن تزيل هذا التعليق أو الإبلاغ عنه أو إخفاء المستخدم من القناة يعني لا يستطيع أن يكتب تعليق مرة أخرى هذه طريقة الأورى الطريقة الثانية ما عليك فقط أن تذهب إلى قناة الشخص إذا كان مشترك لا أظن أنه فيها يعني نعم نعم تجدون في هذا المكان عفوا حظر المستخدم ما عليك فقط أن تضغط على حظر المستخدم أو الإبلاغ عنه لا أظن أنه إذا كنت مشترك تتغير نعم نفسها إذا كان مشترك أو غير مشترك يعني إذا كان خارج يعني اشتراكاتك يعني تستطيع أن تقوم بحظر المستخدم يعني هذه الطريقة الثانية الطريقة الثالثة بإذن الله ذهب إلى يعني اليوتيوب وكتابة يعني في الأخير تجدون تعليقات يعني مجرد الكتابة يعني youtube.com comment أو تذهبون إلى المنتدى ثم تنزلوا للأسفل تجدون كلمة التعليقات تضغطون عليها يظهر لكم كل تعليقاتكم فقط ما عليك إلا أن تختار الشخص ثم تذهب إلى هذا المكان في السهم الصغير تضغطوا يعني الإبلاغ عن المحتوى أو إخفاء تعليقات هذا المستخدم على هذه القناة يعني لم نظهر أي تعليق منها في المستقبل بإذن الله أرجو أنكم استفدتم من هذا الدرس هكذا ستنظمون تعليقاتكم وستكون تعليقات جميلة بإذن الله أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر